الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن على منصة المنتظم الدولي وامام عدد غفير من رؤساء وملوك وزعماء العالم وفي الدورة الثانية والسبعين للهيئة العامة للأمم المتحدة يتغنى بتجربة السلام المصرية مع الكيان الصهيوني ويصفها بالرائعة علّى ذلك الولاء يديم من حياة نظامه العسكري في حكم مصر غزل من جانب واحد من رئيس عرف برضوخ للاملاءات والشروط في أكثر من مناسبة أحيانا بالرز كما حدث مع جالبيه من حكام وملوك الخليج إلى المراهنة والمداهنة على نتنياهو الداعم الرئيسي له في استدامة حكمه في العالم حديث تكلم فيه عن علاقته بالصهاينة ورؤيته الخاصة للفلسطينيين في تكوين دولتهم على حدود 1967 وبعاصمة هي القدس الشرقية متناسيا أن من تغنى بالسلام معهم لا يعترفون بغير القدس عاصمة أبدية لهم التياران الناصري والقومي كان الغائب الأبرز بعد أن ملأ الساحة السياسية انتقادا للرئيس السابق محمد مرسي عندما قال أن مصر تحترم تعاهداتها الدولية خطاب تعرض لردود أفعال وانتقادات مصرية وتهكم واستغراب من عديد المصريين وفي ظل تطبيل ورديح من الإعلام المتصهين البرلماني المصري أحمد الطنطاوي قال إن السيسي لا يمثل إلا نفسه عندما يتحدث عما أسماه السلام الرائع مع الكيان الصهيوني على مدار الأربعين عاما السابقة لأن عموم المصريين من رافضيه أستاذ الجيولوجيا بجمعة حلوان القيادي بحركة كفاية يحيى القزاز قال إن ما يصنعه السيسي هو بلطجة سياسية واستقواء بالخارج واحتماء بالصهينة لتثبيت مقعده في الرئاسة مؤكدا أن أفعاله تستوجب محاكمته بالخيانة العظمى وإعدامه شنقاء مؤكدا أن لقاء السيسي ونتنياهو هو الثالث بعد لقاء العقبة وقصر القبة واصفا إياه بالتفوق على مبارك والسادات في التطبيع المجاني مع الصهينة فيما قال عضو لجنة إعداد الدستور السابقة عمر صلاح إن أغلب حوارات السيسي لوسائل العلام الأجنبية منذ العام 2014 هي رسائل شديدة الاتساق في جوهرها وإن ما باعه نظامه للخارج على مدار الثلاث سنوات هو لحيازة دعم إسرائيل على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان مضيفا أن البعض في الغرب بدأ يدرك أنه لا منطق في منح شيك على بياض للنظام المصري بدعوة هزيمة الإرهاب الذي صار يزدهر في الداخل أكثر وبالتالي ليس هناك عائد براغماتي كاف للتغاضي المطلق عن الاستبداد أمام الرأي العام والمنافسين والمزايدين وأخيرا الضحكة المدوية التي أوصلته إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليست الأولى ويبدو أنها الدائمة التي يحاكي بها الغبطة والسرور ولا يعلم أنها أثارت غضب الكثير حتى باتت عنوانا للسخرية أمام أنظار المدونين بعد أن كانت على مرءا من الحاضرين